أنا إنسان طبيعي بس الشي الغريب ما حد يذكرني يعني إن جيت ولا رحت عادي جوالي يجلس أسبوع ما حد يدق علي صحيح تعبت نفسيا من التهميش بس تعودت وصرت ما سولف مع أحد ولا أحب أفرض نفسي على أحد طبعا موظف حارس أمن الشهادة لكم عليها عندي عم كبيرة العائلة أحبه حب جنوني وأقدره لرزانته وحكمته وتعقله وأقاربي دائما يستشيرونه إذا عنده مناسبة أكون أول الحاضرين وأصب القهوة والشاهي وأهتم عشان ما يزال وكان في المناسبات يعتمد علي وكنت مبسوط لأنه ما يهمشني مثل البقية أخوي اللي أصغر مني تخرج ضابط وقررنا نخطب أنا وهو من عند عمي تعرفون لما تحب إنسان أو تتعلق فيه وتنصدم منه صدمة العمر قالوا أخوكي اختار منك برهن لين أصغرهن وأنت ما لك نصيب عندنا قلت ليه يا عم ضحك وقال ما أنت بكفو سكت من الصدمة أخوي ينتظر يقول شيء سكت يا بي بنت عمي اللي حبها بلعت الكلمة من بعدها جلست أسبوع أقوم آخر الليلة صارغ من القهر لهالدرجة ما حد يشوفني شيء طيب أنا ما عمري آذيت أحد وخدوم وبالأخير ما نيكفو لو جت من غيره عادي بس عمي اللي مربيني من بعد ما توفى الوالد منتأثر بكلمة وتركت الوظيفة واعتزلت الناس وصرت أفكر بمستقبلي جامع مبلغ بسيط وقررت أشتغل في التجارة وبدأت أشتري خضار وكنت أشتري أحسن شيء في السوق وأنقص في سعر الربح العالم تدبل السعر وأنا أبيع بأقل من النصف عشان أمشي بضاعتي صرت أتعامل مع الشريطية يوم يضحكون علي ويوم أضحك عليهم صرت شاطر في البيع والشراء البضاع اللي اشتريها ما يجى العصر اللي وهي مخلصة سنتين وبدأت أفتح محلات خضار ونفس البداية مكسبي ما يتعدى نصف السعر تزوج أخوي وأنا ما عاد رحت العمي إلا إذا جات مناسبة كبيرة أحضر وأجلس مع الناس ما عاد أناقز مع القهوجية بعد سبع سنوات من كلمة عمي صار عندي في كل جهة من الرياض أقل شيء محلين خضار رصيدي في البنك يبطي عمي وعياله يجمعون شريت بيت لي وللوالدة وخواتي في أرقحي في الرياض جوالي اللي ما حتدق عليه من أول الآن كل يوم معزوم وعمي مبسوط مني وصار يستشيرني دق علي وقال ترى جايك بكرة قلت حياك وكنت عارف ليه جاي قلت لازم أسترد كلمته اللي جرحني فيها وعطتني دافع أتغير جاني هو وولده يخطبون أختي وجاي مع اثنين من كبار العائلة يبي يحرجني قلت له هبد البنت بنتك ولدك أعتبره أخوي بس عندي شروط قال وشي شروط قلت المهر مئة ألف ولها بيت الحالها وشغالة وسواك قاعد يضحك ويقول تتكلم من جدك قلت له اللي ما هو بكوفو يلبي طلباتنا لا يخطب من عندنا انصدم وقال ما ربيتك على كذا الآن أختي مزوجها إمام مسجد في حارتنا وعمي إذا شافني داخل أي اجتماع أو مناسبة يوقف ويرحب فيني وكذا مر يلمح لي يبيني تزوج بنته وقل له ما نبكوفو أنا أعصبك